تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة النجاح المتميز الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2022 والذي أقيم بقاعدة الاصخير الجوية تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وعرب سمو رئيس الحرس الوطني في برقيته عن أسماء آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة مشيرا إلى ملقيه معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة من مشاركة كبرى الشركات في مجال صناعة الطيران والذي أسهم إيجابا في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين وأكد نجاحها على مدى عشر سنوات في هذا القطاع الحيوي وهو نجاح يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين على كافة الأصعدة